كان هناك رجل طيب يعيش في قرية صغيرة وكان يعرف بين أهلها بأنه دائماً ما يساعد الآخرين لكن ما كان يميزه عن غيره هو أنه كان يفعل الخير في الخفاء لا يعلم أحد بما يقدم من صدقات إلا الله في إحدى الليالي بعد أن انتهت صلاة العشاء ذهب الرجل إلى بيت أرملة فقيرة كانت تعيش مع أطفالها الصغار وضع كيساً مليئاً بالطعام والمال أمام باب بيتها بهدوء ثم دق الجرس وهرب بعيداً قبل أن يراه أحد عندما فتحت الأرملة الباب وجدت الكيس وعيناها امتلأتا بالدموع فقد كانت في حاجة ماسة لهذه المساعدة تكررت هذه الحادثة عدة مرات كلما احتاجت الأرملة شيئاً كانت تجد ما يسد حاجتها أمام بابها وفي يوم من الأيام قررت أن تنتظر لترى من هو هذا الشخص الذي يساعدها دون أن يطلب مقابلاً ولكن عندما فتحت الباب بعد سماع الجرس لم تجد سوى أثر خطوات الرجل الذي أتم صدقته واختفى لم يعلم أحد من كان هذا الرجل لكنه ظل في قلب الأرملة دعاء مستمراً وشكراً صادقاً بينما كان الرجل يعيش بسعادة لأنه علم أن أفضل الصدقات هي تلك التي تكون في الخفاء حيث لا يعرف إلا الله بها